هلو مجدير السيادنس اهلا بكل متابعين قناة انجليزي كل المراحل بكل طلاب برايماري فور ميكمليين مع بعض ما نهتكونكت بلص للصف الرابع الابتدائي الترمي التاني وصلت معاكم ليونتن لسن فور الدرس الرابع من الواحدة العشرة وتعالوا نشوف كلمات درسنا طريق اصوات الحروف وجمان هنشرح الدرس هنفصصه كلمة كلمة هنحل مع بعض كل تدريبات كتاب المعاصر ان شاء الله الفيديو يعود عليكم بالنفع والفيد يلا نبدأ بسم الله هنفتح كتاب المعاصر على بيديو 174 اول كلمة معانا هي كلمة تقرير وتقرير معناها report report حاليا في الوقت الحالي currently currently السي بانطق بسط حرف الك مجتمع عالمي global community global community community برضو السي هنا بسط حرف الك كمان poetry يعني شعر poetry poetry محرر يعني editor editor زي المخرج كده بصوا هنشوف هنشوف الدرس وتعرفوا اكتر خيال fiction fiction يعني حاجة مش حقيقية fiction ما ننساش السي بسط حرف الكي والتي اي او ها تعارفين في قناة انجليزي كل المراحل بنهتم اكتر حاجة بقرية اصوات الحروف بجد والله يصدقوني دي الطريقة اللي هتخليكوا تقروا اي كلمة بسهولة ti o هي معنى بصوت حرف الشين fiction خيال تعالوا نشوف بقية الكلمات college كلية college كلية free time وقت فراغ و writer كاتب و w silent ما بننطقهاش تمام كمان كلمة project مشروع و writing skills هي مهارات الكتابة writing skills طبعا w silent ومش بننطقها طيب تعالوا نشوف مدرسة ثانوية يعني ايه high school high g h ما بنطقهاش high school مدرسة ثانوية لما اقول الصف الرابع زيكم كده انتو الوقتي في الصف الرابع ف force grade grade يعني الصف force force t والh حرف الس force grade تمام يعني انتو في الصف الرابع تمام perfect يعني مثالي perfect عام معناها general يعني حاجة عامة كده مش خاصة عكس private درجة grade يبقى grade معناها صف ومعناها درجة تعالوا بقى يلا نفتح مخينا كده الحصولة ها ينشئ معناها create create يبتكر شيء create ها الماضي منها created improve يتحسن improved share يشارك shared giant ينضم giant زي كده ما بطلب منكم ان انتم giant تنضموا لقناة انجليزي كل المراحل وتشتركوا علشان يقدر يوصل لكم كل فيديو جديد تستفيدوا بيه بأمر الله think يفكر او يعتقد والTH حرف الس think thought تعالوا كده نشوف اهم التعبيرات expressions و propositions وحروف الجارة for fun معناها للمتعة for هنا معناها حرف اللام اتفقنا ان حرف الجارة مانوش معنى ثابت interested in مهتم بي مهتم بحاجة in the future في المستقبل خلي بالك T والU والR والE بننطقهم ايه char at college في الكلية طيب في الصباح in the morning نادي ما بعد المدرسة after school club نادي بعد المدرسة طب في المدرسة السنوية in high school طب المخلص لك لو انا بكتب لحد كده خطاب وبقول له مثلا ايه صديقك بعبر له عن محبتي لي مثلا فبقول له طيب تعالوا كده هو درسنا النهارده بالفعل عبارة عن خطاب بصوا احنا الوقت في page one hundred and seventy five وده خطاب كده بصوا هنا اهو number one تعالوا نشوف كده الخطاب dear editor هو شخص في البنت اسمها اميرة السيد بعت الخطاب دوت وبتقول للمحرر وبعتاه وبتقول له ايه بقى تعالوا نشوف اول حاجة بتقول له dear editor يا عزيزي ال editor تمام بتقول له بعد كده i'm writing انا بكتب تمام هو المحرر يعني ايه رئيس التحرير يا ولادي يعني مثلا شخص بيكتب شخص متولي مثلا بيقوم بتقطيط مثلا او تنظيم او تدقيق كده مراجعة المواد المحتويات تمام ده المحرر اللي انت قبل ما مثلا با مستوري ما انت بتنشر حاجة هو بلأ بيرجع عليها بيدقق بيشوف المحتوى نفسه تمام طيب يبقى ده الاديتور بتقوله ايه بقى i'm writing يعني انا بكتب because علشان i think انا بعتقد that the school ان المدرسة should create يجب انها تنشئ او تبتكر ايه بقى and after school writers club يعني انها تنشئ كده نادي للكتاب بعد المدرسة don't you think this is a good idea يعني بتقوله انت ما تفتكرش ان دا فكرة جيدة ها فبعد كده بقى بتقوله as a fourth grade student بتقوله يعني انا قطالبة في الصف الرابع زيكم زي طلاب الصف الرابع انتو بتقوله ايه بقى بتتكلم عن نفسها وبتقوله i like انا احب to write short stories ان انا اكتب قصص قصيرة and reporters وتقارير about things على اشياء يعني بيشوف شيء معين موضوع معين وابدأ اكتب عنه تقرير and i think are interesting وانا بعتقد ان الحاجات دي يعني مهمة او مصيرة للاهتمام i write for my projects يعني انا اه بكتب انا بكتب ايه لمشاريعي تمام and كمان for fun وكمان للمتع انا بكتب لو مطلوب مني مشروع في المدرسة عن موضوع معين بكتب عنه وكمان للمتع لمجرد حب الكتابة كمان بيتقول له انا ليس عندي وقت ان انا اكتب في الصباح but لكن انا عندي وقت بقى to write after school طبعا في المدرسة بيبقى عندي حصص بعد المدرسة بقى بيبقى عندي وقت ان انا اكتب مهتمين بالكتابة بعد المدرسة لذلك علشان كده يعني فده اللي خلاني اعتقد اني نادي ما بعد المدرسة ده هيكون فكرة ايه مثالية طيب وبتبدأ بتقول له يعني بيوجد الكثير الكثير من النوادي الاخرى زي like the games club زي نادي الالعاب وكمان the signs club ونادي العلوم and the cooking club ونادي الطبخ نادي تعليم الطبخ currently حاليا في الاول بقى we should create one general writing club بتقول له ايه بقى اول حاجة بس يجب ان احنا ننشئ ايه نادي عام للكتابة طيب بتقول له ايه بقى if we improve دي بتكترح عليه افكار كمان بتقول له اذا احنا بنحسن او بنطور our writing skills now يعني بتقول له اذا احنا قمنا بتحسين مهارات الكتابة دلوقتي it will help us ده هيساعدنا in the future في المستقبل in high school في المدرسة السنوية and a and at college وكمان هيساعدنا في الكلية it will also وايضا هو سوف يساعدنا help us write ان احنا نكتب publish وننشر and share ونشارك our ideas افكارنا with our global community مع المجتمع من حولنا مجتمع العالمي don't you agree يعني هل انت بتوافقني على دوت بتقول له صدقتك المخلصة اميرة السيد بتقول اسمها وبتقول ان هي في الصف الرابع طيب تعالوا نشوف بعد كده page 176 والجزء الخاص بالlanguage والدرامر وتعالوا نتعلم حاجة جديدة وهي ايه ادوات الربط يعني ادوات الربط دي بصوا يعني دي كلمات بتربط بيكون عندنا جملتين بنقولهم في سطر واحد بس بنحط بينهم ادوات الربط تمام طيب يعني زي ايه تعالوا نشوف and معنى هوا كأنك بتقول حاجة وحاجة انا بحب اكل التفاح والمنجا و و تمام طيب هنا بصوا بيقولك مثال ايه i go to a photographic club انا اذهب الى نادي التصوير الفوتوغرافي and a sports club والنادي الرياضي and دي معنى هوا كأنه وقه ربطت بين جملة وجملة هي دايما and بتعبر عن احداث متتالية عن افكار كده ايه متربطة انا ايه انا ايه بذهب الى النادي التصوير ونادي الرياضي طيب لما بقى ابين تناقض هستخدم اداة الربط بط بط معنى ها لكن يعني ايه وعادة عادة بتكون جملة ما فيهاش نوت جملة مثبتة والجملة التانية فيها نوت تمام يعني دي من اكتر حاجة بتميزة لو انا قلت there is a newspaper يوجد جريدة تمام هي صحيفة يعني جرنون بط لكن there isn't a magazine لا يوجد مجلة تمام اهي يبقى بط ربطت بين جملة وجملة تمام كمان لو انا بقى يعني هقول اختيارات يعني ايه لو انا هقول هقول I could write انا كنت بقدر اكتب short stories or او او دي معناها او او معناها ايه او يعني لو انا قلت لك مسلا انت يعني يريد من فضلك ان انت تكتب comment او تدوس like بس يريد تعمل الاتنين لو قلت بقى كلمة او دي هقول or or تمام يا ولاد طيب تعالوا نحل تفقت معكم في قناة انجليز كل المراحل مش بنسيب ولا اي سؤال خلص حتى مش بنحله يلا بينا اول حاجة number one I like chocolate ice cream انا احب ice cream بالشوكولاتة نقط my sister likes vanilla ها هقول ايه بقى هقول و اختي بتحب ها vanilla يبقى انا number two you have to come early انت يجب عليك تأتي مبكرا طيب you will miss the bus انت يجب عليك تأتي مبكرا او انت هتفقد الاوتوبيس لو انت ما جدش كده صح يبقى هقوله ايه بقى اعلى or طيب بعد كده رقم three i tried to help her انا حاولت ان انا اساعدها نقط she didn't want me to help ها هي ما كانتش تريد ان انا اساعدها يبقى but لكن انا حاولت ان انا اساعدها لكن هي مش عايزيني اساعدها بصوا فيها نقط اهل وهنا ما فيها ش نقط number four in winter في الشتاء it's cold جو ايه برد و ايه كمان what يعني فيه رطوبة مبتل على طول يبقى ايه بقى and 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 صح انا بقول صفاتين للجو تعالوا نروح ل page 177 وهو بيعلمني مهارة الكتابة طبعا علشان اقدر ان انا اكتب خطاب فانا بعمل ايه فانا اول حاجة بكتب فيه كده خطوات جملة رئيسية وجملة ايه ختام هي دي بس مجرد ملحظات على ازاي تكتب خطب تمام تعالوا نشوف بعد كده بقى علامات الترقيم علامات الترقيم بقولها لكم كتير في الحل في قناة انجليزي كل المراحل ان انت اول حاجة لازم تضع في نهاية الجملة تمام اهي بتكتب بتعرف من ايه انها جملة من اول كلمة هي اللي بتحدد لك طبعا الجملة في اللغة الانجليزية بتتكون من ايه تتكون من فاعل وبعده فاعل يبقى انا لو لقيت فاعل في بداية الجملة يبقى خلاص دي ايه في بداية الكلام يبقى دي جملة يبقى اكتب في الاخر ايه طب الفاعل ده ممكن يكون ايه بصوا كده بقى الفاعل ممكن يكون ايه اي ضمير من ضمير السبع اللي عندنا في الانجليز اي او هي او سي او ات او او يو او وي او اسم ولد اسم بنت اسم حيوان جماد مفرد جمع اسم زي الاسم كل ده الفاعل طيب لو لقيت الكلام بدأ بالفاعل يبقى اكتب في الاخر ايه فلسطوب عشان دي جملة الكومة دي هي بسميها فاصلة صفلة ليه علشان انا بكتبها على السطر بكتبها يا ولاد فين على السطر نفسه مش فوق السطر طيب اه بتبقى دايما بعد يس و نو مسلا اه لما اقول كذا حاجة يعني مثلا لو قلت ايه اي لكت شوكلت انا بحب الشوكولوطة والايس كريم والبيتسا والكولا كده انا قلت كم حاجة اربعة طيب بين كل حاجة وحاجة قبل اخر حاجة بحط قبل اخر حاجة بحط ان بس بين كل حاجة وحاجة هكتب ايه كومة اهي كومة طيب تعالوا نشوف بعد كده هنحط على مطلق في نهاية السؤال في نهاية السؤال هعرف منين انه سؤال لما لقيه بادئ بايه بادئ بادئة استفهام او بفعل مساعد يبقى لازم في الاخر اكتب علامة استفهام طيب تعالوا بقى نحل علشان نشوف ان احنا فهمنا درسنا البسيط دوت ولا لأ احنا دلوقت في ويلا بينا نبدأ الحل وياريت تكون ما نسبش تدوس لايك للفيديو ياريت من فضلكم نمبر وان ده سؤال الليسنينج التيتشر هيدخل و هيقول لك الليسنينج وانت هتبدأت حلو المدرسة يجب عليها يبقى بكل سهولة يحط السيركل على الكلمة اللي أنا سمعتها نمبر تو سمعت كلمة نوادي فهكتب سيركل على النوادي سمعت كلمة شعر هحط السيركل عليها كمان يبقى حط السيركل على تعالوا نسمع برضو جزء الليسنينج التاني نحقله لكم جمل علشان وقت الفيديو برضو انتوا هتسمع كلمة هتكتبوها أميرا إز إن فورس فورس جرات يبقى هكتب كلمة فورس وهكتبها ف حرف الاف ف أو وبعدها يو أر حرف الار س الت مع حرف 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 ستور ر أر ستوري اللي هي بقى المفروض واي بس هنا عشان جمع بتبقى آي وبضف لها اللي هي والس السوريز طيب كمان بعد كده أميرا has time to write after school after بعد آ حرف آ ث حرف آ ت حرف ت والأ حرف الإ والأ after كمان إذا إحنا بنحسن الكتابة هكتب ال-W بس ما بنطقوش و ر أر أور ر اي اي ت ت ت ت ت ساound اي ن ن ن ج رايتنج كمان هنشوف سؤال بقى لتشوز اختور number one i don't have time to write اي بقى the morning قبل the morning the morning معناها الصباح قبل فترات اليوم بكتب حرف الجر in مش يا ولد in في الصباح number two i like poetry انا بحب الشعر اي بقى fiction fiction يعني الخيال تمام يبقى انا بحب الشعر والايه الحاجات الخيالية and and و تمام انا كده بقول على ايه انا بحب حاجة وحاجة حاجات ايه متربطة ببعض رقم three writing will help us الكتابة سوف تساعدنا ايه بقى في the future معناها المستقبل لما اقول في المستقبل فانا هقول حرف الجرئين طيب رقم four i don't have any free time today انا ما عنديش اي وقت فراغت النهاردة نقط but i'm free this week end انا فاضي بقى ها هذا في العطلة الاسبوع ده يبقى هقول but لكن بصوا خلي بالكم جملة فيها نقط اهي الجملة التانية ما فيها شنط اخترت مين but معناها لكن تمام تعالوا نحل سؤال الترتيب number one writing كتابة or تكون interested يعني interested in مهتم بي بوصف الشخص انه مهتم بحاجة my friends اصدقائي school مدرسة وafter بعد طيب علشان ارتب جملة هعمل ايه ها الكلام ده قدامي جملة هعمل فاعل وبعده فاعل تعالوا نشوف my friends اصدقائي دي الفاعل يلا دوروا معايا كده على فاعل ها الفاعل or يكونوا اهو my friends اسم جمعة خدت بعدها الفعل or يكونوا ايه بقاه مهتمين ب interested in مهتمين بايه بقاه بالكتابة writing بعد المدرسة after school تمام يلا نشوف number two عندي stories كصص وwriting كتابة ودو فاعل مساعد واللايك يحب ويو انت انا كده هعمل ايه سؤال بدأ بفعل مساعد يلا نشوف تكوين السؤال بدأ بفعل مساعد هو دو هبدأ ادور على مين على فاعل انا عندي رولز بقى في مخي انا شاطر بتابع قناة انجليز كل المراحل وعارف الرولز اللي بتبقى في مخي ايه جي قاعدة بمشي عليها تكوين السؤال جي الفعل المساعد ابدأ ادور على الفاعل فين الفاعل هو طيب بعد الفاعل ابدأ ادور على ايه على الفعل الاساسي ما توحش بقى بين الكلمات اللي قدامي دي فين الفعل الاساسي like طيب بعد الفعل الاساسي ابدأ ادور على بقية الكلام ايه هو بقى ها do you like هل انت تحب قصص كتابة ولا كتابة القصص كتابة القصص بس كده كونت السؤال يبقى انا مش بمسك القلم بقى كده وخلاص وبكتب لا عودتك دايما في قناة انجليز كل المراحل ان انت يبقى عندك كده قوانين تمش عليها عارف ان تكمين السؤال هو ايه و ايه و ايه و ايه خلاص بتطبق وبس كده تعالوا نروح لبيج وان هندرد وان سفين ستوري قصة فيديو فيديو جلوبل يعني عالمي وقالج كله there are lots of clubs يوجد الكثير من النوادي like مثل the games club نادي الالعاب the science club نادي العلوم and the cooking club ونادي الطبخ currently يعني حاليا there is no لا يوجد ايه there is no نقط writing there is no story writing كتابة قصص or poetry writing او كتابة شعر نادي كتابة شعر at our school في مدرستنا ما فيش اي نادي كتابة قصة او كتابة شعر if we improve لو احنا حسننا our writing skills مهارات الكتابة عندنا دلوقتي it will help us هتساعدنا in high school and college وفي الكلية كمان بيقول لي it will also هل بقص سوف تساعدنا ايه بقى write publish نكتب وننشر and share our ideas ونشارك كمان افقارنا with our global community مع مجتمعنا العالمي ياريت انتو كمان افكركم ان انتو متشاركم الفيديو ده مع صحابكم على السوشال ميديا وتكتبوا لي comments بأوراقكم وبالحل باي باي اشتركوا في القناة